بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل هذا البارت فنحن نقول كده نفذنا البوس ونفذنا البوكت 1 فروم كيرف عندي الهولز والبوكت 2 عملناهم فروم دايمينج يتبقى لنا في هذا البارت أن نحن نعمل التكست اللي كان موجود اللي كان هناك المكتوب cad cam وهناكتوب features فتعالى نشوف هنعمل دي ازاي هنروح على curve من curve هنختار create curves using the curve wizard ونختار other methods ومن other methods نختار text ونقول التالي نيقى في التالي نكتب التكست في البوكس الأولاني نكتب التكست المطلوب فهن يجي نكتب خليها upper case ونكتب cad هنسيب space ما بين كل حرف ويه التاني cad وspace نحط dash وبعدين cam يبقى كده كتبنا cad cam نيجي نشوف الفونت اللي احنا محتاجينه أنا هكتب بالفونت اللي هو area 28 أنا موافق عليه لأن طبعا كنت مستخدمه مستخدمه في الشكل السابق فما زال حافظ لي ال setting اللي أنا كنت أعملها نقول له ok هو هنا أنا أعيزها linear خلاص ما أنت عندك linear أو circular أو curve نختارها اليون بيقول لي حدد لي location بتاع الكاد كامل التكست اللي انت كتبته فهنقول له هناخد ايه ال ال ناخد ال x ب 18 نشوفها كده نخليها 20 خليها 20 x 20 و ال y ب 70 8 ونقول له عملنا preview ممتاز يبقى كده كاد كام كتبناها هنقول له شكرا انهاء نيجي يا شباب دلوقتي عندنا feature features عايزين نكتبها هنا فهنعمل نفس الخطوات هنقول نروح على curves ومن curves نختار other methods و اختارنا من curve wizard نختار other methods وبعدين نختار text التالي نكتب features زي ما عملت المرة الفاتحة cp space عشان يدي مجال التول اللي هيتحرك يشتغل features features الفونت هنستعمل نفس الفونت ههو area size 28 عادي أوكي عايزين نحدد الكلام ده هيضع فين location فهنخلي x مثلا ب 17 و y 12 ونقول preview تبقى كده excellent انها يبقى كده خلصنا from curves اللي احنا عايزين نعملها اللي كتبنا فيها كاد كام لقيت عايزين نعمل feature هنعملها ازاي فهنختار هذا curve shift اختار معه feature اخترناهم الاتنين مع بعض هروح على features هقول له عمل لي groove من يبقى اختار from curve اختار groove التالي طالما انا كنت مختار curve عملت select select reum فظاهروا عندي curve 5 و curve 6 هنقل على التالي هيقول لي هنا تختار width وتختار depth انا طبع عشان كنت مختار width و depth ابل كده فطلع الكلام متناسخ طبع وريك width لو انا غيرته مثلا 5 وقول له preview شوف كده اصبحت الحروف متدخلة في بعض لا تستطيع ان انت تقرأها فانا عشان كده خليت width بتول ان وجدته وانسب لان الحروف تبقى ونساية بالspace عشان يبقى اذا الحروف ظهر الفروقات منها من بعض كده انا راضي عن الكتابة عن التكست اللي انا عملته وراضي عن location بتاعهم اقول خلاص finish اشوف الاول التول اللي انا ايه هشتغل به اهو groove التول مفيش مشكلة مفيش اي warning يبقى كده هنقول ايه شكرا finish لهذا الجزء كده احنا خلصنا كل الفيتشرز اللي كانت موجودة في هذا التمرين اذكر بها سريعا ان احنا عملنا pocket one وعملنا pocket one from curve وعملنا boss from curve وعملنا texed from curve the holes و pocket two عملناها من from dimension بكده نشوف بس في three dimension الشكل عام ازاي هاتلي ايزومترك نبقى اذا هذا هو الشكل اللي احنا هنشتغل عليه هاجي اقول له طيب عشان ابرز البارس بتاعتي وشوف وضعها ايه وشكلها ايه في الشكل النهائي هادو هضغط على shift واختار four holes واقول له من فضلك اعمل لهم ليه shading يبقى ايه انا اخترت مع ال holes اخترت معهم pocket one فيطلعوا بهذا الشكل طيب تعال نختار البوس ونشوف شكله هيطلع ازاي ادي اخترنا هنا البوس اهو البوس اخترنا يبقى ادي شوف يبقى كده البوس ده احنا اخترنا المتيري اللي حواليه هو شوف ادي هو four corners يبقى هو يعمل removing المتيري اللي حواليه وهدي الجزء الداخلي فضل نشوف طابل البوكت الداخلي ده اهو اللي هو ده اصبح عندك هي ده المنتجة تعال نعمل shading ل التكست اخدت بالك من حاجة ان الكاد كان فيتشرز انا خدتها كلها مع بعض لما جيت اعملها في الجروف لذلك هتلاقي اسم جروف واحد هو اللي شغال به نستيد ان انا افضل اعمل اسمه جروف ثري واخد الاثنين مع بعض اعمل لها shading هذا هو البارت الفاينل بتاعنا هيكون بهذا الشكل ان شاء الله نراكم في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو